اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعرفوا يحسبوا فممكن هم يساعدوك في هذا الموضوع اذا انا وجدت ان الامر في عندي قدرة على الرد انا برد عليك في اشخاص انا برد عليهم في اشخاص انا بتأخر لا ارد عليهم على حسب اهمية السؤال او الموضوع اللي هم بيحكوا فيه مش اني انا بنقل موضوع وعلى مزاجي وعلى مش عارف ايش لا انا على حسب الظروف تاعتي وعلى حسب الوضع تاعتي فعشان هيكي بقولكو انا دائما اسمعوا برجك اسمعوا طالعك قارنوا عنه الاقوى هل برجك القوي ولا طالعك القوي هاي اهم نقاط لانه اذا انتي ظلت تسمع برجك معناته لا انا ولا كل الارض لو اجتمعت رح تحسب لك صح لانه اساسا انتي طالعك هو الاقوى فاسمع طالعك بتلاقي انه توقعاتها دربت ثاني شي ما بقولك انا ابو زيدي اللي هلالي سلامة يعني واللي ماسكت التوقعات من ذيلها وعالم فلك ما شاء الله جهبذ بهز الكون وبهز الدنيا انا زلامي بتوقع لك اذا انا وصلت على حسب يعني برج الحمل انت بتفكر فيش غيرك طبعا برج الحمل الاف اللي بتسمع فانا لما بعطي توقعات هاي بمعنى اخر انا بقرب لك الصورة لتصل من ستين في المية لغاية ثمانين في المية ما بقدر انا اجيب لك تصدف بعد مرات اني انا بجيبها مية في المية لبعض الاشخاص ولكن لالاغلب انا دائما بجيب ستين في المية وما في فلكي بيشتغل بالحسابات بقول لك انا بقدر اجيب لك اكثر من ستين لثمانين في المية انا برضو نفس الشيء ما بقدر اجيب لك اكثر من ستين لثمانين في المية اذا انت زلمي بدك تمتحني وتشوفني اني انا بجيب لك مية في المية طيب انا بطلت هسا على كلمة هاي مجاني لهدول الاشخاص تحديدا اللي بدهم يتحدوا تحدي بس بده يتحمل مسؤولية الاشي اللي انا رح اكتشفه والاشي اللي انا رح احكيه مش يجي يقول انت اكتشفت اسراري ودخلت في خصوصياتي وفي حياتي لانه انت رح تدخل هيك كتاب مفتوح بين ايدي انا رح اتقاضى منك اجر ولكن الاجر هاد بدك تدفعه يبل ما انا احسب لك وفي حال انه ما صار انا رح ارجع لك المبلغ واذا انت قلت يعني طلعت الاحسابات صحيحة بده احلفك يمين على كتاب الله عشان انت ما تلف والدور في هاي المسألة لانه مش انت اللي بدك تمتحني انا عارف شو علمي وعارف شو اللي عندي ولكن اه لا بس بدنا نجرب احنا منحكي له هيك بعدين وقل له لا من طبقتش فانا بكون استرديت مصري وانا عرفت اللي هو بده يحكي وبعدها يعني بقتنع او ما بقتنعش لا يا حبيبي انا في هاي الحال انا رح اتقاض فلوس منك اجر الاشي اللي انا رح اعمله واقسم بالله العلي العظيم لأعطيك معلومات اخليك ما تعرف تنام الليل كاني انا قرينك شوف قرينك اللي عايش معك لعطيك هالمعلومات هاي وفيه اشخاص جربوا اتصلت انا اتصلا مع بعض وكانت عندهم مشاكل وبعرفوا اني انا لما بحكي معلومات كاني عايش مع الشخص ولكن اذا انت بدك تتحدى في المعلومات انا جاهز لا رح اقول لك انا لانه في تربيع ولا في تثليث ولا الكوكب الفلاني ولا من كوكو تاني انا رح اعطيك المعلومات صادمة لدرجة انه تخجل من نفسك وبس هيك انا ما بحكي غرور هيك انا بحكي ثقة فاللي عنده قدرة انه بده يدخل على هاي المنافسة حيا الله يفرد اذراعاته اه ولك علي اعمال لك يا هبث مباشر كمان خلينا نروع للتوقعات التوقعات اليوم رح تكون مختصرة السبب اني انا بعد الحلقة هاي رح اسجل لكم التوقعات الاسبوعية اللي نزلت اليوم يبل الحلقة هاي فرح اسجل ها بعد الحلقة هاي مباشرة فعشان هيك انا رح اختصر حتى في التوقعات يعني ما رح احكي بيوت الا الى الى بيوت الاساسية او لارجح اني ما احكيش بيوت احكي بشكل عام ايش اللي تستغله وايش اللي ما تستغله عشان نختصر بيت اول بيت ثاني بيت ثالث طبعا للحلقة هاي وبعدين نرجع ان شاء الله زي ما انتم متعودين ولكن اذا عجب كل اسلوب هاد لانه مختصر رح يكون فبتكون القمر موجود في الحوت استقر في منزلة المؤخر وهاي المنزل الربح والعلاج وللاتلاف يعني لا اتلاف اي شي يعني حتى لو اشياء انتي مش بحاجتها وحاب تتلفها اوراق شغلات زي هيك كلها هاي بتمشي برضو للتفريق احنا ما بنحكي السلبيات اللي هي للسحر اللي بيشتغلوا بالسحر تفريق بين الازواج ولكن ممكن تفرق بخلاف ممكن تفرق ما بين متخاصمين ممكن انتي تكون حلال وسط ممكن تفرق ما بين اشياء ضر واشياء نافعة يعني تقدر تستغلها بالاشياء الايجابية طبعا تأثير القمر لما بكون موجود في الحوت في الفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا بنشعر ببعض الضياع ما بننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتذمر ونكشف عن متابعنا متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هذه الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياد المرضى وشراء الزهور واقتناء ال التصوير طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية اول زاوية فلكية راح تكون عندنا هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة صباحا اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ يتجه الى التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب طبعا توقعاتنا كلها بتوقيت غرينيج اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وارونس راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة اثناش وست دقائق بتوقيت غرينيج بعد الظهر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للقمر حكينا انه موجود في الحوت كله المسار القادم راح يكون يوم 13 6 راح يكون في تمام الساعة 12 و44 دقيقة بتوقيت غرينيج عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة التاسعة ودقيقتين مساء لا ينتقل بعدها القمر للحمل طبعا ورح نذكره في توقعات يوم 14 لانه انا حلقتي بنزلها الساعة 6 بتوقيت الاردن فستة بتوقيت الاردن يعني ثلاثة بتوقيت غرينيج فعشانك راح امر يعني راح يجي خلو المسار لعند حلقة يوم ورح اكمله في اليوم التاني بس عشان الكل يكون عارف فانا ذكرت التوقيت انه يوم 13 الشهر بيبدأ الساعة 12 واربعين وبنتهي الساعة 9 ودقيقتين مساء اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع 21 يوم راح يكون فيه تمام الساعة 10 وثلاث دقائق مساء بصير 22 يوم نسبة الاضاءة 55 بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 26 المزاج ممتزج القمر في الحوت حتى يوم 14 6 المزاج منتحس عطارد في السرطان حتى يوم 18 6 بعد مبدأ عملية التراجع مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى 25 6 مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 مزاج منتحس الزحل في الدلو بيتراجع حتى يوم مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 مزاج سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23 6 بعد يبدأ عملية التراجع مزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بهاي الفترة لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم أولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة أنت في هاي الفترة بتكون أضعف يعني بأضعف حالتك بأضعف طاقتك هاي الفترة تعتبر يعني دائما في كل شهر منقول أنه لما القمر يكون موجود في بيت المتاعب بيكون دائما يعني أقل أيام الشهر حض فما تراهن على الحضوض أبدا ما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب ممكن يعني توقع أن يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة خلال الفترة هاي طبعا هذا بالنسبة للبرج الآن بالنسبة للخارطة الفلكية بتضغط كمان على مسائل لها علاقة أول إيشي إيجابيا بتعطيك على مستوى الوضع المالي فممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا اليوم ممكن بعض المكاسب تجيك من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تقلل من مصاريفك حاول كمان تنتبه على موضوع البيت ممكن يحمل لك بعض الخلافات أو الصدمات أو ردات الفعل العصبية اللي تحدث نوع من أنواع الخلاف ما بينك أو تزمتك أنك أنت شايف أنت للصح وهم كلهم غلط فهي الأشياء أنك تفرض هذا الأمر عليهم ممكن يسبب بعض الخلافات والنفور في منك رح ينهمك ببعض التصليحات أو الترميمات أو الأمور اللي إلها على ألاقاف البيوت أو العقارات في منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم برضو بتكون تنتبهوا على الوضع العاطفي من بعض التقلبات ممكن تكون حساسيتك يعني اللزوم بالفترة هاي فتتذكر بعض الأشياء العاطفية اللي مرت عليك أو العلاقات السابقة فتسبب لك بعض يعني ردات الفعل السلبية ممكن يصير لك تعامل مع حبيب سابق يعني بطريقة الصدفة أو الاتصال فيكون برضو تحمل نوع من أنواع الخلافات على مجال العمل ممكن يعني تنهمك ببعض الأعمال خلال هذا اليوم بس بدك تنتبه على وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن بعض الأمور الاجتماعية يعني تتزامن الأمور أنه يكون لك بعض النشاطات الاجتماعية أو اللقاءات الاجتماعية أو تستغل نفوذك خلال هذا اليوم في بعض الأمور ممكن برضو أمور إلها علاقة بالسمعة الدافع عن سمعتك بشكل جيد وممكن يكون لك برضو تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بشكل قوي اللي بيقدم لطلب عمل أو توظيف خلال يوم هاد يعني ما يعتمد على الحظوظ نهائيا برضو في الامتحانات ما تعتمد على الحظوظ بتكون تدرسوه بشكل جيد ممكن تحملكوا برضو هاي دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو اجتماع أو اتصالات مكثفة مع أصدقاء أو معارف لا استشارتهم برج الثور طبعا بما أنه الخمر موجود في الحوت معناته هذا برج حليف لا إلك كمان هذا في بيت الأصدقاء بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعك وتحقيق أمنية بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن تحملك هاي الفترة نوع من أنواع التحالف مع زملاء أو أصدقاء أو جيران أهم شنك ما تبقى وحيد أخرج للقاء الناس برضو خلاف على هاي الأمور من ضمن الخارطة الفلكية منلاقي أنه اليوم أنت نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية قوية وفي نفس اللحظة عندك بعض الالتزامات العائلية أو الواجبات العائلية أو التقارب العائلية أو لقاء بينك بين الإخوة بين بين العائل ككل لمة أشياء من هذا القبيل ممكن ولكن برضو بكون هذا نوع من أنواع الضغط عليك يعني بيحمل نوع من أنواع الثقل إما بالواجبات أو بالالتزامات أو في بعض الخلافات اللي ممكن تنتج في منك رح يهتم بمسائل عقارية أو أمور بيتية زي ترميمات أو تصليحات أو تنقيل أو ترحيل أو أشياء من هذا القبيل برضو عواطفك رح تكون جياشي خلال هذا اليوم ممكن تكثر عند بعضك بعض الاتصالات اللي لها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام فيهم ممكن برضو أنه يكون في نوع من أنواع الإيجابية للدعمك بشكل قوي تحمل لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالأمور المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم وفي منكم ممكن يحصل على مكافأة أو إطراء أو هدية برضو بالنسبة الوضع الاجتماعي عندك اليوم قوي ممكن علاقات اجتماعية أو لقاءات مع بعض الأشخاص اللي في بينك وبينهم إما معرفة أو علاقة أو أصدقاء خصوصا في مجال عمل أو زملاء أو أشياء من رؤسائك بالعمل تتقابل معهم أو تتحاور معهم بمسائل معينة بتفيدك برج الجوزاء يوم مناسب للي يعني بحاول إنه هيك ينجز بعض الأعمال اللي بتتعلق بالشراكة في منكم رح يتحاور مع أشخاص خارج البلاد أو تكثر عنده الاتصالات ممكن ترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم مش إنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات إلا أضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية تعتبر هاي الفترة من الفترات المهمة جدا لأنه أول إيشي إحنا قاعدين بنحكي عن انتقالية يعني بيأثر عليك برجين اللي هو أول إيشي ما بين الدلو وما بين الحوت فبتأخذ من التاسع وبتأخذ من بيتك العاشر فعشان هيك بيت السمعة هو الحساس أكثر رح يكون خلال هذا اليوم فبدك تكون جاهز ومستعد لأمور اللي إحنا ذكرناها برضو في المقابل ممكن تكون عليك نوع من أنواع الضغط في التنقلات أو الاتصالات حاول أنك تنتبه أثناء القيادة ممكن يصير بعض العطال اللي لها علاقة بأجهزة إلكترونية أو تليفونات مثلا أو الاهتمام بمواضيع من هذا القبيل ما بنصحك بشراء السيارة بالفترة هاي يعني الأمور ضاغطة على مستوى البيت الثالث بشكل قوي جدا اللي عنده امتحنات برضو بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود ممكن يصير بعض النقاشات الحادة ما بينك بين أخ أو جار أو أحد أفراد العائلة لأنه برضو وضع البيت عندك ضاغط كثير خلال هذا اليوم ممكن التزامات أعمال أو مشاغل أو متطلبات عائلية بتكون مكثة كثير يعني واجباتها كثيرة عليك عشان هيك بدك تنتبه على وضع البيت بشكل قوي جدا أما بالنسبة لأباقي الأمور العاطفية أو للعمل تقريبا كلها جيدة بتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة تقريبا مفتوحة الأمور بشكل قوي ممكن تزيد عندك أو تكثر الاتصالات وممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل العاطفي مع بعض الأشخاص خصوصا إذا كان بحب من خارج البلاد أو بحب وحدة غريبة عن بلده بالنسبة لأباية السمعة تقريبا كمان قوي جدا بيدعمك خلال هذا اليوم تتعزز بعض النقاط القوية باللقاءات أو أو المناسبات وممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج السرطان بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدره إما شراكة أو تعويض مع هيك بتخففه من النفقات القمر بعطيك نوع من أنواع التفاؤل بتستعيد حماستك أو بتنتعش صداقة أو علاقة مهنية ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة ما تهدر وطيرة نشاطاتك ممكن ترغب في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق سفر أو مواضيع إلها علاقة بالدراسة بما أن القمر موجود في البيت التاسع فكل الأمور هاي تقريبا ضغط عليك بالفترة هاي فعشان هيك ركز بشكل جيد إنك تكسب قدر الإمكان من هاي الفترة والبرج يعني والقمر موجود في برج حليف لا إلك طبعا بالنسبة لنفسيتك أحسن بالنسبة للأمور المالية ممكن تلوح بعض الفرص المالية اللي تدعمك بشكل قوي بالفترة هاي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية كحقوق لا إلك أو الطالب ببعض الأموال تيجيك ممكن اهتمامات ببعض الأوراق اللي بتتعلق في البنوك أو في معاملات بنكية أو مؤسسات حكومية في منك رح ينشط بعلاقاته الاجتماعية برضو ومشاطات أو لقاءات وبرضو في نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي بدعمك بقوة بخلال هاي الفترة طبعا ممكن تسألني ودقول لي ما أنت بتحكي هذا الحكي بس أنا شاعر بضغط كبير أو بنوع من أنواع الإحباط أو الاكتئاب أو حاس أن الأمور مش ماشية طبيعة الحال لأنه أولا الشمس موجودة في الجوزاء بيت متاعبك فهو ضغط عليك بقوة برضو تراجع الزهرة في الجوزاء بضغط عليك بقوة عطارد اللي بتهيأ لعملية التراجع برضو بضغط عليك بقوة آثار الخسوف اللي كانت برضو موجودة بيتك السادس اللي هو بالقاوس وتأثير وجودها يعني كان قوي جدا عليك برضو بضغط عليك بقوة يعني كل هاي الأمور بتحمل نوع من أنواع الضغطات عشان هيك منسمي هاي الفترة كل سنة على كل برج بكون الكواكب أو الشمس تحديدا موجود في بيت متعبو هي عملية غسل لكل ملفات ورواسب السنة الماضية عشان تبدأ من يوم عيد ميلادك سنة جديدة بكل بشائرها وكل خيرها برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدره شراكة تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقطة أو نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لمستشار ذو خبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشط بتخليص معاملة رسمية أهم إش إنك ما تتدمر بالفترة هاي وخصوصا أنه القمر موجود في البيت الثامن يعني بدأت ضغوط تخف عليك شوي بدك تنتظر لحين وصول القمر لبرج الحمل لأنه هنا بتصير يعني قوة الفترة اللي هي اللي أنت ممكن تستغلها طبعا سبب الضغوط اللي أنت بتشعر فيها هاي كلها لأنه الآن تقريبا الكواكب اللي موجودة في الجوزة هاي الزهرة اللي بتراجع والشمس اللي موجود فيه وبرضو العطارد اللي بتهيأ للتراجع وعملية الكسوف اللي بدا تحدث عملية الكسوف برضو اللي صارت في بيتك العاطفي كلها هاي بتضغط بشكل سلبي يعليك فعشان هيك وبرضو بالمقابل إنه قاعدة بتتحرك يعني الشمس باتجاه إنه بتوصل للسرطان اللي هو بيت متعبك فالفترة القادمة كلها ضاغطة أنا ما بحكي إليك على أساس أني أنا زي اللي علقت مبارح إنه أنت متحامل على الأسد أنا برج أسد متحامل على حالي يعني خيبة خيبك طيب خلينا نكمل طبعا الفترة هاي زي ما حكينا إنه هي بتتعلق على أمور الأموال المشتركة طبعا خلال اليوم هذا رح يكون بعض الاهتمامات المنزلية الإيجابية كلقاء أو مساعدة عائلية أو اجتماع عائلي أو لقاء منه ممكن تسمع خبر جيد بسعدك أو بعم السرور على مستوى البيت أو إحداث شيء إيجابي يتعلق بالبيت أو مع أفراد العائلة ممكن برضو تحمل لك الفترة هاي بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات يعني برضو إيجابية نفسيتك أحسن شوي من الفترة الماضي وخصوصا أنه كان القمر في البيت السادس ومقابلك كان ضاغط فالآن على البيت الثامن خفت الضغوطات شوي برضو اللقاءات أو المعارف أو العلاقات الإجتماعية بالفترة هاي بتكثر في نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تكثر الاتصالات عندك خلال هذا اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وبرضو ممكن يتوجه لك دعوة لمناسبة أو لحضور حفلة أو لاجتماع أو لعزومة معينة خلال هذا اليوم عاطفيا تقريبا الأجواء مستقرة عندك وبتحمل لك بعض البشائر الجيدة وبتقوى مع الأيام القادمة برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكتكم يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة يعني هاي الفترة شوية فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواعها تعتبر من أصعب أيام الشهر لأن القمر الآن مقابلك مباشرة فعشان هيك على الوضع النفسي تقريبا متقلب خلال هذا اليوم ممكن يعني شوي في البيت هيك تكون الأجواء إيجابية تدعمك شوي أو تخفف عنك نوع من أنواع الحدية ممكن يكون لك بعض التعامل أو يعني الاهتمام العائلي أو الأمور النشطة على مستوى البيت بشكل إيجابي كلقاءات أو تعامل مع أفراد العائلة ممكن إلو علاقة بدكور أو تغيير بتعلق في البيت على المستوى العاطفي برضو الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد مش بنحكي قوي جدا يعني الكل بده يعيش مثلا بمراحل محبة لا هو الحب رح ييجي على أشخاص على حسب الطالع تاعهم أهم مش إنه الحدية والعصبية قليلة خلال هذا اليوم مش زي الأيام الماضية علاقاتك الاجتماعية نشطة كثير خلال فترة هاي بتحاول تستغل معارفك أو علاقاتك أو سلطتك على بعض الأشياء أهم إيش إنك ما تحاول إنك تتحكم بالأشخاص بالأشخاص اللي حواليك عشان ما يصير فيه نفور أو خلاف أو توتر ما تفرض رأيك ودير بالك من الانتقادات في الأيام هاي لأنه الانتقادات رح تتفسر بشيء سلبي وفي نفس اللحظة النشاطات بين الأصدقاء أو المعارف برضو ممكن اليوم تستغلها في بعض أو إنجاز بعض الأمور المهمة اللي تساعدك وتدعمك بشكل قوي برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم عندكم حاول إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترى مهمة جدا واهتم بسلامتك خصوصا من الناحية الجسدية طبعا القمر بما أنه في البيت السادس معناته بدأ يسبب هاي الأمور على الضغط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أهم إشي أنه يعني الأمور على مستوى البيت جيدة ممكن اليوم يعني تحمل لك بعض الأخبار السارة اللي بتتعلق في البيت أو ممكن يعني بعض الإيجابية كترتيبات أو تصليحات أو لقاءات عائلية أو اهتمامات تكون هيك جمعة وهذا الأمر ممكن يعمل نوع من أنواع الحيوية اللي يخفف عليك الضغوط أهم إشي أنك ما تجهد حالك وما تتعب حالك في الأعمال بالنسبة للأمور المالية تقريبا نقول لك بس قلل من مصاريفك خلال هذا اليوم برضو الوضع ما بينك وبين الزوج أو بين الأزواج ممتاز جدا تعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينكم وبرضو الوضع الاجتماعي يعني الفترة هاي اجتماعيا هي قوية ممكن تستغل علاقاتك أو معارفك خلال الفترة هاي أو يدعمك بمسألة معينة وممكن بعضكو خصوصا على مجال العمل أو يعني باهتماماته بالعمل يصير له نوع من أنواع الواسطة أو الدعم من خلال زميل بالعمل أو رئيسه بالعمل أهم إشي زي ما حكينا أنه تدير بالك على صحتك وحاول ما تضغط حالك كثير بالعمل برج العقرب ابتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجي والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد إلى عملك وما ترتجل ممكن تنطلق أو تطلق مشاريع جديدة وتتلقى إجابات وإشارات مهمة ابتسم فالحض إلى جنبك أما بالنسبة للخارطة الفلكية فأنا شايف أنه ممكن يتراكم عندك بعض المصريف أو الدفعات خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية يكون فيه نوع من أنواع الضغوط عليك ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها أشياء مربكة أما بالنسبة لنشاطك الفكري فأنت نشيد جداً اليوم عندك سرعة بديهة عالية ذكائك يعني جداً تستغل النقاط بشكل قوي ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك في منكو رحيك يغلب عليه التنقلات والاتصالات بشكل حثيث أو كثير بكثافة بالنسبة لوضع البيت تقريباً روتيني بتتعامل على حسب طبيعتك بالبيت ممكن في ساعات المساء تظهر بعض المسائك الإيجابية للدعم للعلاقات أو التقارب يعني من ساعات الظهر تقريباً تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو اللقاء العائلي أو بعض الأمور الإيجابية أو خبر يسعدك على مستوى العيلة أما بالنسبة للوضع العاطفي تقريباً الأجواء جيدة جداً ودعمة فممكن أنه يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء أو الأحبة أو يصلك خبر برضو يسعدك خلال هذا اليوم الأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية في نوع من أنواع الضغوط ممكن مشاحنة أو يزعلك تصرف الشريك المال أو العاطفي يعني الزوج أو تتحسس أو هيك ردة فعل سلبي من تصرف ما فتوخذ على بالك يعني تقريباً على مستوى الاتصالات الخارجية روتينية لكن في الساعات المساء ممكن يصير في كثافة بالاتصالات أو اتصال مع جهة معينة أو يجيك خبر من بعيد يعني يعني العلاقات الاجتماعية برضو بحمر اليوم نوع من أنواع الألف الاجتماعية أو اللقاءات الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي اللي بيقارب ما بينك وبين ما عارفك أو ممكن تستغل معرفة معينة لأنه ينجز لك أمر مهم بتعلق فيك أو في عملك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم لأمور العلاقة بأمر معين كنت حاب أنك تنجزه وكان صعب اليوم ممكن أنك أنت تستغله ولكن ما تغامر في أمور مثلا يعني تكون نسبة الحضوض فيها قليلة فعشان هيك نقول لك أنه بدك تدير بالك هذا بيتك الرابع يعني تربيع معاك بعمل نوع من أنواع المعاكسات أما بالنسبة للوضع المالي فممكن اليوم يحمل لك بعض الفرص المالية للدعم من بعض الأمور الجيدة اللي تكون لصالحك خلال هذا اليوم برضو الوضع العاطفي جيد ممكن أن يعمل نوع من أنواع المقاربة أو المصالحة أو التواصل الإيجابي ما بينك وبين الحبيب ممكن تسمع خبر جيد برضو خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين أحد الأبناء يعني فيه نوع من أنواع الحضوض ممكن تلعب لها دور خلال هذا اليوم ولكن بدك تدير بالك من يعني الحساسية حساسيتك اليوم بتكون عالية فممكن تتحسس من أي تصرف وتزعل وتذاين بغلب عليك برضو نشاط التنقلات والاتصالات البعيدة تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو أوراق قانونية أو معاملات يعني كنها برضو بتكون لصالحك وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال بمساعدة أشخاص هم اللي يدعموك في هذا الموضوع وبرضو ممكن تتحسس من صديق أو معرفة ممكن إنه شوي تصرفه يكون يعني فيه نوع من أنواع الإساءة أو برضو ممكن هو تصرف بمحاول يتدخل في حياتك فهذا الإشي ممكن يزعجك ويسبب لك ردة فعل سلبية برج الجديد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الفترة هاي مناسبة للقيام بنزهة قصيرة أو تحركات أو زيارات بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للتقديم امتحان أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوات أو اجتماعات أو التسويق لا سلعة معينة بتنجح في طرح موضوع حساس بتقدم على عمل أو تقدم على عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب شخصيتك اليوم أو ثقتك بنفسك عالية وعندك طاقة عالية جدا مشحون بإيجابية برضو عالية جدا على الوضع المالي ممكن تحصل بعض المكاسب بل لكن بدك تنتبه من المصاريف لزيادة ما في داعي يعني للإصراف بدون حساب على الوضع العاطفي تقريبا الأجواء جيدة بتدعمك بشكل قويم بعلاقتك مع الحبيب خلال هذا اليوم ولكن في ساعة المساء ممكن هيك يجع بالك تتحسس من تصرف معين له علاقة بالحبيب أو بالزوج يعني الحبيب أو الزوج يعني بين الأحبة أو بين المتزوجين عشان ما تفهمونيش غلاط وتقول الزنام بشبك فممكن يصير خلاف معين الخلاف هذا يعني من تحسس من تصرف معين فأنت تذيك أو تأخذ على بالك أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية فهي جيدة خلال هذا اليوم تحمل لك نوع من أنواع يعني أشياء تعزز مكانتك أو تقارب ما بين الأشخاص أهم يشينك ما تجهد حالك كثير بدك تراقب وضعك الصحي برضو على أساس أنه أنت ما تهمل الجانب الصحي فتأذي نفسك برج الدلو ممكن تحصل اليوم على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي برضو اليوم بساعدك في هذا الموضوع بتستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءاتك يعني ما تصرف ببذخ ممكن تظهر مصريف غير متوقعة برضو شايف أنا غير توقع القمر بمكانه شو بعطيك شايف أنا على مستوى البيت ممكن أنه شوي يكون فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو الحدية أو الانشغال ببعض المسائل العائلية أو البيتية اللي شوي يكون فيه منها مربك حاول أنك تنتبه وما تحدث مشاكل بالنسبة للعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال اليوم وممكن برضو أنك تهتم بشؤون صحية إلك أو لاحد الأحبة انتبه برضو أثناء تعاملك مع الشريك لأن حسسية الشريك عالية جدا وممكن يتوسوس من تصرفاتك وممكن يشك في بعض الأمور يعني بالنسبة لأعمالك بتقدر تنجزها بنشاط عالي جدا وبرضو في منك رح يكون له بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أو اللقاءات وبرضو في أمور إلها علاقة في زيارة مريض أو عيادة مريض أو أمور صحية مرج الحوت يعني القمر بما أنه وصل لعنكم معناته اليوم أنتو بتبدو فترة إيجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتعزز معنوياتك وإنه جديد تتحمس للمبادرة وإدخال تعديلات على حياتك يعني هاي بنحكي بداية فترة حافلة ونشطة برضو في نفس اللحظة بتنتظرك مفاجأة أو خبر صار أو استعداد لورشة جديدة يعني تعتبر من أفضل الأيام خلال هذا الشهر بهذا الدعم ولكن رغم كل هاي الإيجابية ما مقدر ما أعطيك يعني أشياء تحذيرات يعني التحذيرات هي تنقسم على ثلاث مراحل مرحلة الأولى البيت شوي الأجواء مشحونة فيه في نوع من أنواع الضغط أو الأعمال أو الالتزامات أو أشياء يعني شوي بدها اهتمامات وممكن هاي الاهتمامات تجهدك أنت كشخص إذا كانت اهتمامات ممكن مشاكل أو ترتيبات أو تصليحات أو تنقيل من بيت لبيت يعني كلها هاي أمور تطلب جهد فممكن تحدث لك نوع من أنواع الخلافات أو ردات الفعل السلبية أو تتحسس من الضغط على هذا الموضوع فممكن تحمل لك خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للوضع العاطفي برضو أنت حساس جدا رغم أنه عواطفك شوي جياش اليوم إلا أنه برضو ممكن أنه ضيق الوقت يسبب نوع من أنواع تحسس الحبيب أو إهمالك لإله ممكن شوي أنه يعتب عليك باليوم هذا فحاول أنك أنت ما تهمل الحبيب حتى لو بكلمة أما بالنسبة للعمل فالعمل مجهد عشانيك قلت أنا في أشياء ممكن تكون أعمال إلها علاقة بالبيت فعشانيك لأنه العمل برضو ضاغط ويسبب نوع من أنواع الحدية أو تراكم الأعمال وبرضو بدك تراقب يعني ما تجهد حالك زيادة عشان ما تضر صحتك اجتماعيا أنت نشط عندك يعني نشاط اجتماعي عالي جدا علاقتك مع أصدقائك برضو قوية جدا فاليوم ممكن يحمل لك إما لقاء أو دعوة أو عزومة أو اجتماع يعني حواليك هيك من المعارف والأصدقاء فيكون الجو عشان هيك بيكون فيه إيجابية وبيكون فيه سلبية في نفس الوقت برضو ممكن أنك اليوم تبادر يعني شخص مريض تعرفه بعز عليك أو من أحد الأحبة يعني نشاطك جيد ترقلاتك جيدة اتصالاتك ممتازة جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله وأعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء